اهلا وسهلا باحلام تابعين يسعد لي اوقاتكن وبتمنى تكونوا كلكون بصحة وخير يا رب اليوم حبيت اقدم لكم وصفة حلة سريعة كتير ما رح تاخد منكم وقت نهائيا طعمتها ولا الاز من هيك وبتنعمل بمكابينات كتير بسيطة وبنفس الوقت رح تحصلوا على قطيب طعم وكمان اللي بيحب نكهة النسكة فيه فهي الوصفة للكون تعالوا مع بعض لنحضر الطيب والاز حلاء البسكويت بنكهة النسكة فيه لمقادير وصفتنا رح تحتاج 500 جرام من كريمة السائلة كريمة الخفئ وزا مو متوفر نستبدلهم بظرفين من كريمة الشانتي ونضيف معون نصف كوب من الحليب البارد وعندي هون ملعقة كبيرة من النسكة فيه قهوة سريعة الدوابان وراح اضيف معون علبة من القشطة وبنفس علبة الاشطة رح حط فيها الحليب المكسف عندي هون تقريبا نصف كوب بعد ما خلطنا المكونات كلهم مع بعضهم هلا لازم نخفق المكونات كتير منيح فينا نخفق المكونات بالمضرب الكهربائي او بالهند بلندر وكمان فينا نستخدم الخلاط الكهربائي لحتى نخلطهم مع بعضهم وتقريبا الخفق بياخد مدة خمس دقايه واكتر شوي كل ما طلع معكن القوام كسيف وسميك كل ما بتاخده نتيجة افضل وهلا هون بعد ما خفقت المكونات كليتهم مع بعضهم هون عندي الخليط صار جاهز راح نحتاج هلا كوب من الحليب الفاتر او بدرجة حرارة المطبخ طبعا ما لازم يكون سخن نهائيا راح اضيف عليهم منعقة كبيرة من النسكافي فيكن تستخدموا بدل الحليب المي اذا مو متوفر عندكم الحليب طبعا اذا متوفر الحليب راح تاخدوا نكهة اطياب بهي الطريقة بتحركوا الحليب مع النسكافي لحتى تدوب النسكافي تماما وبعد هيك بدنا 300 جرام من البسكويت السادة بسكويت الشاي بنغطس البسكويت بهذا الشكل بخليط اللي عملناه خليط الحليب والنسكافي ومنحطون بقلب صحن البايريكس فيكن تحطوا اذا عندكم متوفر بسكويت اكتر من هيك يعني متوفر عندكم 400 جرام او 500 جرام من البسكويت السادة فيكن تحطوا طبقتين من البسكويت كمان بيطلع شكله حلو وبتاخدوا طبقات كتير حلوة بين بعضهم وزي مو بتوفر عندكم ففيكن تحطوا طبقة واحدة كمان ما في اي مشكلة دائما بحب اعطيكم النصائح يلي بيستنتجها الواحد بعد الشغل بهي الطريقة انتو بتاخدوا يعني قدر المسطع نصائح مفيدة بالوصفة لحتى انتو تعملوها وتستفيدوا منها وهلا بنفس الطريقة منضل منحط طبقات البسكويت ومنضيف عليهم الخليط اللي عملناه لحتى تخلص عنها كل الطبقات وصير عنها الحل جاهز هلا هون صرنا بالطبقة الثالثة نفس الشي رح ضيف عليهم الخليط وزعهم بالتساوي بهذا الشكل وهون عندي الطبقة الاخيرة الطبقة الرابعة حطيت قطعتين من البسكويت زاد عندي بسكويت حطيت قطعتين من البسكويت فوق بعضهم ورح ضيف باقي الخليط بهذا الشكل ورح وزعهم بالتساوي لحتى احصل على سطح كلهم متساوي وبعدين بمسح الاطراف بمحرمة ورقية من المطبخ ببلا بشويت مي ومسح الاطراف كلها وبعدين بصير عندي الصحن نضيف ومرتب وهذا الشكل النهائي اللي حصلنا عليه بقي نزينه بشويت زينة بسيطة كتير عندي هون شوكولات دوبت شوكولات بالمكرويف طبعا استخدمت شوكولات نوتيلا ورح اضيف اعملهم بهذا الشكل وبرسمهم بعود الاسنان بهذا الشكل بنعملهم شكل حلو وهيك صارت الوصفة عندي جاهزة بتركها بالبراد اقل الشي 3 ساعات ل 4 ساعات واذا تركتوها ليلة كاملة رح تاخدو نتيجة افضل وبصير الوصفة جاهزة للتقديم وبالنسبة لهي الوصفة كل ما تركتوها بالبراد رح تاخدو نكا اطيب وهيك وصفتي لالكن صارت جاهزة بتمنى تعجبكن هالوصفة وان شاء الله صحة و الف هنا وهي نتيجة وان شاء الله تعجبكن وإلى لقاء مصوات جديدة بإذن الله من مطبخ منال خالد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته